عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة تضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة أولى دورة تدريب المدربين من الرائدات الريفية ومدربي ذوي الهمم وتعد الدورة التدريبية جزءا من الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة والتي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتسقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية أولها الانتخابات الرئاسية القادمة ترجمة نانسي قنقر